ونحاول نبتدي زي ما علمونا كده في الإيديوكيشن نحن نبتدي بأسئلة نسأل بقى احنا الموضوع بتاعنا ايه بتاع المؤتمر فراغة المسيح فراغة المسيح طيب احنا اخدنا ابونا داود دلوقتي قال لنا هو احنا ايه الحاجة اللي ممكن تعمل ريحة وحشة وربطناها بحاجة روحية صح طيب احنا ايه اللي احنا بنشوفها تخلينا ما نطلعش ريحة المسيح تخلي ريحتنا ريحة مختلفة نجاوب مع بعض ابشتكيلز او تشالينجز اللي هتقابلنا لما نيجي نطلع ريحة المسيح هي ممكن تبقى ايه تضالي الخوف اني اظهر بمظهر وحش تمام مزبوط تضالي الانشغال تمام تمام اوكي فمشغوليات برده تفضلي اتكسل شكرا تفضلي نعم ووجيدي وسط العالم مشغوليات يعني اوكي تفضلي الزيت اوكي تمام تفضلي امشي مع الطيار حلوة اوه انتو محضرين معايا على فكرة تفضل ايه معلي ما يكونش في المسيح فمش هعرف اطلع ايه اطلع ريح تفضل اليأس شكرا اليأس هبني عليه صح كده طيب خلينا ناخد دا اول حاجة حضراتكم قلتوها هي ازايت الايه جو ساعات كتير اوي بنخدم واحنا انتو محضراتكم انتو محضراتكم انتو محضراتكم هي الخدمة المزبوطة وهي الخدمة اللي احنا عايزين نعملها واحنا كده بنفرح او بنطلع ريحة المسيح بس تعالوا بقى كده يحصل ايه يحصل اي حاجة في الخدمة واقول رأيي واحد تاني يقول رأيه ونبتدي نشوف رأي مين فينا اللي يمشي نبتدي بقى لا 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 الخدمة دي يعني بقى ماشية بصبع الصغير وده وده مش تعلمنا عارفين احسن حاجة في الكورس بتاعكم ان احنا على طول حتى بعد ما نتخرج نبدأ حاسين ان احنا نيو كاميرس على طول بعد ما نبقى كارزين وكارزات وكاهنة ورزدنس نبدأ على طول حاسين ان احنا لسه نتعلم نبدأ على طول حاسين ان احنا في حتة نقصانة محتاجين ان احنا نزودها لا نحس ابدا او ما يجبناش الاحساس الذي نحن لا خلاص احنا بقى عارفين ها وبقى نمشيها وبقى نمشيها عارفين هتمشي على فكرة ليس هتمشي بس هتمشي من غير ريحة هتمشي من غير ريحة كويس يعني هتمشي وهي يعني جفة مش هنعرف والناس ستيجي وتحضر كل حاجة بس انا في حد قال لي كلمة كده المعلم بتاع الكنيسة عندنا بتاع الكروز قال لي يا ابونا احنا كلنا شمامسة في شعب بناخد روح الصلاة من ابونا اللي وقف على المزبوح فلو قدسك جيت يوم صليت وقدسك وراك حاجة فعايز تخلص القدس احنا بنحس حاجة نحن احنا محتاجين نخلص لو قدسك جيت يوم وصليت لكي وحشك المزبوح في السماء هذا بالضبط الخدمة وقفت المزبوح ولكن الخدمة جميلة فعلى طول نفتكر أننا هناك حتة التي تريد أن نصل لشعور أن أنا أكبر من خدمة أو أن أنا أخدم كثيرا حضراتكم كلكم خدام وخدمات ومناء خدمة وعرفين هذا كلام لكن هذا كلام جميل الذي نفكر به أو نفكر به كل قليل ماذا؟ لا كوب فيجين هل أنا أخدم لماذا؟ هل أنا شايف أم أنا ماشي مع الطيار؟ تلاقيت نفسي في مدرسة الأحد وتلاقيت نفسي وتلاقيت نفسي دخلوني أعداد خدام أو دخلوني خدمة أو دخلوني خدمة أو دخلوني عشوائيات أو دخلوني أي خدمة فأنت أخدم عادي أقضي وقت الفاضي ماشي وممكن شوية ولو وجدت أن شيء شدتني غير الخدمة أو دخلوني فأنتم 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 كما الناس بالضبط أنا ماشي ماشي مع الطيار لا يوجد فأنتم أريد أن أذهب وماذا هذه أشياء المخدومين من درس أحب في بلاد الكرازة أكثر في بلاد الكرازة يشعرون ما بين الخادم الكارزة والكارزة والذين وهم عارفون ما يريدون أو ما يريدون أو ما يريدون لكي خاطر يعني نخرج ونسافر ونذهب ونقول كلمة ربنا فلازم يكون لدينا ونحن نعرف ونحن نعرف نوصل ونحن نعرف ونحن نوصل للناس فأول الكهنود ونحن في الدير في أبونا كان يسلمنا قال لك هم اختاروكم لماذا؟ اختاروكم هل أنتم ناس كويسين قوي لكي هم اختاروكم كهنود لا خالص هو ربنا اختارنا لكي خاطر شايف أننا خلصنا وأننا موضوع البركة الكهنود لخلصنا نحن الأول فكل واحد سيكون كارزة أو كارزة وتتخرجوا بإذن ربنا الخدمة ليه هو الأول لو ليس مليان ليس سيعرف أن يدي شيئا لو مفهوش الإزازة البرفين ليس مليانة هتطلع لو الإزازة فاضية ليس ستطلع أي شيئا فلازم نكون عارفين نحن نقدم لماذا؟ نحن نريد ماذا؟ نحن نوقف ونحن نصل ونحن نصل ونحن نصل إلى الناس الذين معنا فين؟ الكرازة أفضل فيها أننا ليس كل واحد يرى نفسه وهذا آخر الطريقة فأنا نجري لا الكرازة نحن نصل إلى آخر الطريقة وهذا فكرة الخدمة كرازة فإذا كنا لدينا واضحة وصريحة سنأخذ نفسنا والذين نحن نجري بهم سنأخذهم في طريق وحش فالحطة يجب تكون مضبوطة حسنا 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 كان ذلك فالجو حطة قد نجري فالجو سوف فتأخذ لم يتم سوف رجحة أمام إذن رجحة لآخر وبعد الغد تبقى جميلة ما لجو سوف أن أخذ أن يمت أن على أنا أخدم لكي أعطي وقت مثلاً، أو هناك أشياء كثيرة تتكسلني كما قلتها كلها لكي لا أصبح بعيد الكلام أخرى. هناك أشياء كثيرة تتجعلني مكسل، تعبان، لا أعطي وقت، مشغوليات، شغل، أشياء كثيرة. هذه أشياء من الأشياء التي تضربنا كلنا وأنا أقول لكم. Love of showing off. نحن نحب الظهور. والظهور يكون حاجة لو أحد يتعود عليها، وتكون حاجة لو لم أعرفش يحاربها كيفية، أو لم أعرفش كيف يستخدمها لخدمة ربنا، تكون ضربة جامدة جداً، يعني أحب أن أظهر، أحب أن أتكلم، أحب أن أخرج، أحب أن أكون في كل شيء وأخذ المقدمة، فأنا ترون هذه الصورة؟ هذه الصورة يعني على قد ما هي معبرة جداً على قد ما هي حزينة جداً، الصراحة. ما هي الصورة بينها؟ صورة سيئة جداً، ساعات كثيرة قوية، أخذنا أو أقول لكم على شيء، أولاً لما بدأنا تخرجنا من الكرازة، وبدأنا نطلع ميشنز، يعني، الكوردينيترز قالوا لنا شيء، لو سمحتوا، بلاش تصوير في الميشنز، نصور الولاد حلوة، لكننا نعمل ساعات، وأنا أولكم، نقوم بتصوير، ونخرج، ونصور الوصول، ونصور الوصول، ونبقى مفرحانين، ونحن نعملها بخصوص لنية، لكنها تصل للناس في أيها. فرحوا، هذا ليس يخدم. هذا ليس يخدم، هذا ليس يخدم، يعني، عام الالم في بعض الأيام، فالأيام أخذنا، ربنا يعني يحمينا ويحميكم من هذا الموضوع، ما أصدر من هذا الأمر، على طول، ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. على طول، نحن نريد أنه هو الذي يبقى باين. بسيطة نحن نباني. على طول، عندنا فكر بأنني أقدم أخيتي. أنا ليس مشكلة، حضرت مثلاً، يظهرون الوصول وحضرت، أو نحن عندما يكون لديكم مجموعة أو شيء حضرت، لكنني أجدت مثلاً أختي أو أخيتي يحضرون نفس التحضير، وهو هيقول خلاص يقول هو انا لو ما قفتش وقلت مش يحصل حاجة يعني مش مشكلة فخلي بالكوم الموضوع ده بعد اذنكم طيب الشكل ده ساعات كده دول اتنين بيعملوا ايه بيتخانقوا ولا بيحبوا بعض الديس فيوز في الخدمة ساعات كتير قوي ساعات كتير قوي احنا بنوصل ان احنا ممكن عدو الخير يخلينا نوقع في الخدمة ويخلينا ان احنا ما نكمل مش مثلا برو جيك معين علشان خاطر ان يذهب بطريقة مين طريقتي ولا طريقتك لأهو هذا البروجيك ده على فكرة ولا يذهب بطريقتي ولا بطريقة بطريقة لذلك هو لو ماشي بطريقة حد فينا يبقى احنا مش مشينا على يبقى عندنا هناك شيء محتاجين أن نحن نزبط. فالدسفوتس من أكثر المساعدات التي تقابلنا. من أكثر المساعدات التي تشعر أن تشعر أنها كلها مرتبطة على بعض. لو أحب الظهور طبيعي جدا عندما يأتي يقول لي نعملها كذا. أنت تقول نعملها كذا. هو أنت تعرفه في الخدمة عشان تقول نعملها كذا. لا نحن نعملها بالطريقة التي أقول عليها. ليس نعملها بالطريقة التي تقول عليها. فهذا ستجدها كمبو. هناك بعض الأشياء مع بعض تليد أن يحصل تأثير في الخدمة. الحتة التي كنا نقولها. نحن نعملها بالطريقة التي تشعر أن الخدمة أداء أو حياة؟ نحن علمونا أن الخدمة حياة. الخدمة ليس حياة. فأنا لو أصلي و لم أعندي فعلا حياة خاصة مع ربنا. لم أعندي صلاة مخدع. فأنا في مشكلة. أنا عندي مشكلة كبيرة. أنا لو أصلي أو لا أصلي يعني. أنا لو أنزل أخدم. يلا بينا ننزل نخدم. طيب صلينا للخدمة دي. طيب يلا نطلع ميشن. طيب صلينا للميشن دي. مؤتمر أي كلمة. علمونا زمان. ودي حاجة حلوة قوي لو كلنا ناخدها تدريب يعني. لما تتخرجوا يعني. وحد فيك واقف بيقول كلمة الباقي صلي له. الباقي صلي له. ما بقاش واقف ومستني لأخويا أو لأختي. أو لأختي إن هو يحصل حاجة. أو اللي هو يقع في حتة في الكلمة فأنا بقي أطلع بقي أفرد نفسي. وأقول يا بصوا بقى دويع في الحتة دي دا ما كانش محضر كويس. ونشكر ربنا. نشكر ربنا أنتم يعني بجد. وليس لكي أسد زيتنا وأصحابنا. لكن هناك سبيرت. لازم قبل أن تتخرجوا. تكونوا كلكوا طالعين بها. سبيرت بتاعة الإدوكيشن. مختلفة. وأنا أقول لك أنا خدمت برا الكرازة وجوه الكراز. سبيرت بتاعة الإدوكيشن مختلفة. جدا. يعني بدون ذكر يا سامي. يعني عندما كنت بغلط في شيء. كانوا يأتي بمنتهى المحبة. يقولوا لي أنت غلطت في كذا قبل الكهنوت حتى. ويريت لو يقولوا لي كده بعد الكهنوت برضه. سبقى مبسوط يعني. فبجد لا تدخلوا. الكرس حلوة وكل شيء. لكن لا يبقى دماغكم. أنتم تريدون أن تتخرجوا. لكي تكونوا كارزين وكارزات. خالص. لا. نحن نريد أن نستفيد من سبيرت. نحن نريد أن نأخذ الرحلة مع بعض. نحن نريد إنفو جميلة. لكن السبيرت أيضا حلوة جدا. جدا. استفادوا بها. وليس لدي الكرس أنه كرس أكاديمي خالص. فلازم يبقى عندي صلاة مخدعة. لازم يبقى أصلي. ولازم يبقى عندي علاقة شخصية مع ربنا. من غيرها سأبقى أخدم أيضا من غير ريحة. من غيرها سأبقى أخدم وخلاص. سأبقى أدي. أنا آسف يعني. سأبقى أدي. ليس سأبقى أخدم يعني. نحن نأتي للرواح الحلوة. أكتئبنا قليلا. نحاول نبتسم كده عشان نحاول نفرح يعني. طيب. ريحة الصلاة. هو أنا لما بقى أصلي. ريحة الصلاة دي ببان في إيه. ريحة الصلاة ببان اللي أنا بلاقي حد من المخدومين. أو سواء لو أنا بقدم كرازة في مصر أو بره مصر يعني. بقدم حاجة فانكشن بي بيرفكت ريستارت. أو بقدم سودانيين في مصر أو بقدم أي حاجة. أو لو طلعت بره. هلاقي إن المخدومين بتوعي. هو أنت بتصلي إزاي كده. هو أنت فيه إزاي شانل مفتوحة بينك وبين ربنا. كان فيه ربنا ناح نفسه. أبونا مينة رمزي. أبونا مينة رمزي كنا نحب نقف نفرج عليه وهو بيصلي في آخر أي اجتماع. أبونا مينة رمزي كنيس ماريا مرقوس كلي فتر. أبونا مينة كان وهو بيصلي. فيه خط كده مفتوح. ما كانش بيفكر في الكلام. عارفين كده لو أنا وحضراتكم جنا نتكلم. إيه اللي هيحصل. ممكن ما نلاقيش حديث قوي نفتحه يعني. فنبتدي إيه؟ يخلص بسرعة. لو قعدنا مع بعض شهر. ممكن نلاقي أكثر. ونفقدر نتكلم مع بعض بطريقة أكثر. أبونا مينة كان واضح أنه بينه وبين ربنا. كان فيه مفتوحة. يتكلم ويصلي كمان. يعني نحب نتفرج عليه يعني. طيب. الصلاة. هتوصل للمخدومين. إن أنا عارف أنا جاي عامل ايه؟ أو الواقف قدامي ده بيعمل إيه؟ الواقف قدامي ده مش جاي قضي وقت. الواقف قدامي ده جاي خادم جاي يوصلي المسيح. جاي يوصلي الإيمان المسيحي المزبوط. جاي يوصلي عقيدة مزبوطة. طيب. ريحة حب المسيح. ريحة الحب. ريحة الحب. أبونا داود تتكلم عليها فليس سنتطول فيها قوي يعني. أبونا داود عنده كده مقولة يقول لك إيه؟ أنا اللي شاغل قلبي يومين دول الموضوع الفلاني أو اللي شاغل قلبي يومين دول الموضوع الفلاني. هتلاقوا لأنتو اللي شاغل قلوبكو. وانتو مش هتقولوا بقى الشغل. أنا بتعطل عن الخدمة بالشغل. لا هتوصلوا بقى المرحلة بتاعت ايه؟ أنا وانا حتى بشتغل. عمال. أنا ايجر وامفاشونت. باوت الخدمة. باوت بينج انفانجلست. فهتلاقوا نفسكوا بتبتدوا طريقة التفكير. بتدت تروح لحتة تانية خالص. طيب. هتلاقوا نفسكوا الكرازة. هتعلمكم لأنتو تعدوا. وتسامحوا. وما تبقواش وقفين يعني على الواحدة. ومش هنبقى خلاص. ايه ده؟ هو أنا لما اطلع فمرة بالكرازة مثلا. ونلاقي ان في ناس تعبانة جدا جدا جدا. واجهي أنا لقي نفسي هنا متزمر على حاجات هو بالنسبة لهم ولا حتى في أحلامهم. فتقولوا ايه؟ هو أنا ليه فكري ديئة كده. هو أنا ليه دماغي ديئة كده. فهتلاقوا نفسكوا ان انتو لما المسيح والخدمة بتشعل قلوبنا كده ويبقى فيه جوانا حب. هتلاقوا الموضوع ده بقى فيكوا كده ايه؟ بتلقائية. مش تبزلوا فيه مجهود. وطبعا موضوع الأنانية مش هيبقى موجود خالص. هتلاقونا اللي احنا بنفكر على طول عشان خاطر بعض. بنفكر على طول عشان خاطر خدمة الكرازة. فيه حاجة تعلمناها حلوة في الكرازة. احنا في الأشغال لما يكون فيه تو تيم وفيه تيم عمل حاجة حلوة قوي. التيم الثاني بيعمل ايه؟ شفتوا شفتوا ده عملوا ايه؟ ده احنا عايزين ايه؟ نشتغل احسن منهم. او عايزين مرة جاية لما يجوا يشتغلوا نوقحهم. صح؟ ساعات كتير قوي حصل كده. الكرازة غير كده بقى. احنا لو احنا في تو كنترز وفيه كنتر عملت حاجة. وفيه كنتر الثاني ما عملتها، احنا بنتعلم من بعض. احنا بنساعد بعض. احنا كلنا بنطلب من بعض. وكلنا رفرنس لبعض. ورفرنس طبعا الكوردينيات. الكوردينيات بتاعنا هم رفرنس لنا. فما فيش حد فينا كبير ان هو يتعلم. ما فيش حد فينا عارف كل حاجة. ولو حد عارف كل حاجة من غير شوية الحاجات اللي احنا قلناها فمش هيطل عريحة برضو. العطاء. هتلاقوا اللي انتو بتبسطوا اكتر. وانتو بتدو. مغبوط هو العطاء اكتر من ايه؟ الأغز. هو احنا ممكن الاية دي كلنا عارفينه. بس لما بنيجي نعملها سعب نلاقيها صعبة. بس مع الكرازة هتلاقوها الموضوع ده سهل جدا. وهتلاقوا نفسكم بتعملوه كده ايه؟ وانتو مش بتفكروا. طيب. الفرح. جوي اند هوب. جوي اند هوب. على طول هتلاقوا في مواقف بتقابلكم. انتو ازاي يا رب انت عديت المواقف ده؟ هو ازاي انت خليت المواقف يعدي بالطريقة دي؟ هو انت ازاي فرحتني وفرحت عيالي كده؟ ممكن الايجابة ما توصل لكوش. بس ساعتها هتعرفوا ان دي بركة ربنا. دي بركة ربنا في الكرازة. وهوب. على طول مهما شفته اي حد في اي بلد. لا تقولوا البلد دي ما فهاش امل. هو ربنا ما بيشتغلش غير في البلاد بقى الصعبة دي. ربنا ما بيشتغلش غير في البلاد اللي احنا حاسين ان هي ايه؟ لا دي ما فيش امن. في البروجيكت لما كنت نيو كامير. كنا نعمل البروجيكت بتاعنا عن بلد كده. البلد دي كانت يعني صعبة شوية. وطلع القرار بتاع البلد او بتاع الكلاس ساعتها. ان احنا نحنا ننزل نيفانجيلايز في البلد دي. بعدها بسنتين البلد دي نشكر ربنا ببركة صنواتكم اتفتحت. وفيها خدمة حلوة جدا جدا جدا. والخدام اللي فيها شايفين ايد ربنا جدا يعني. حسنا. 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 موضوع ده شغلنا كلنا. والموضوع ده. مين انا بيعرف في سوق؟ مين بيعرف في سوق؟ اللي بيعرف في سوق؟ حسنا. 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 حسنا لا. حسنا حسنا. حسنا. مين اللي بيعرفة؟ ربنا واأنا اتفاع اين؟ ان شاء الله اكون قادة على الكنابة اللي ورا ونايم. ربنا اللي بيعرفة. حسنا. فهلاقي عندي راحة. وحلاقي عندي سلام. لا أعرف أن ألاقيه في أي حتة أخرى، هذا بالخدمة وبالكرازة. عندما يصل لدي هذا الموضوع، سنجد أن ريحتنا الحلوة ستطلع كيف ستطلع؟ كيف ستطلع منك؟ مثلاً، لو نتحدث عن السواق، كيف ستطلع كثيراً؟ كيف ستطلع كثيراً؟ كيف ستطلع كثيراً؟ فسنجد أنه لا مشكلة، فنجد أنه يكون متضايق، فنجد أننا نجد أعذار للناس، ونبدأ لدينا موضوع الوحيد والأعادة والأعادة والأعادة، نبدأ على طول الذي نكون قابلين، ليس مشكلة، ما سيحدث؟ فعندما نحن في الكرازة، فلا نحن في الكرازة، لا يوجد أي مشاكل، فلا تجد أن فكرك من جوه اختلف، فلا تختلف. التواضع سوف نؤمن في الشيء، فلم يتحدث عن السواق، فلم يتحدث عن السواق، فأنتحدث عن السواق، فلم يتحدث عن السواق؟ فلم يقولون، فلم يكمل، فلم يحسون أنه لا يريد أي مشكل لكم، إنه يبقى الله، فلم يكون هناك مشكلة، فلم يقوموا على الراحة المثبوط، اعرفوا أنكم على أول الطريق الصح. اعرفوا أنكم ستكونوا كارزين و كارزات عوزماء. و عوزماء هنا ليس معنى معروفين أو عوزماء. لا، لا لدينا عوزماء. نحن الذين لدينا كارزين و كارزات ربنا يشغل فيهم جامد. سمارة الروح الكدس عندما يكون سايب نفسه ربنا يجب أن يتعب فيها محبة و فرح و سلام و طول أناه و كل شيء. سيكون هناك مهمة جداً الوحدة من الحاجات الحلوة جداً و هذه هي لكم و الوحدة حاولوا و أنتم يكون لديكم كل فترة تسلقوا الديس مع بعض. تحضروا حاجة روحية مع بعض. تحضروا عاشية مع بعض. كل واحد يبقى ممكن منتظم في قانونه الروحي أو في تدريبه الروحي منتظم على حاجة معينة. لكن عندما تصلوا مع بعض. سترى الكثة تختلف كما تختلف. عندما يكون هناك 30-40 كارز و كارزة بإذن ربنا في القصة غير الوصول و يصلوا مع بعض. لكي يضعوا نعمة لكي نزاكر مع بعض و نعدي مع بعض. سترى الكثة تختلف كما تختلف. سترى الكثير من المؤتمرات التي تحدثت. هذا ليس مختلف. هذا ليس مختلف. لكن الشاطر فينا الذي يعرف أن يفعله. هذه صور من المؤتمرات التي تحدثت. هذه صور من المؤتمرات التي تحدثت على طول. ستبقوا مستنين. هذه المؤتمرات التي تحدثت. لكي تشعروا أننا كلنا مختلفة. لا أحد في التعليمات التي تحدثت. لا أحد فينا. لا أحد من المؤتمرات التي تحدثت. من هناك الأديم و من الجديد. كاكا وردانياتر. هذا ليس مختلف. لماذا؟ لأننا كلنا لا نريد أن نأخذ الكردد. هذا ليس مختلف. هذا ليس مختلف. ما نريد كلنا؟ نريد أن تدخلوا الكرس. ونريد أن تكونوا كارزين وكارزات. ونريد أن أحدهم شيئا. لكنه ليس الهدف أن نفسنا نظروا الانتربيوات التي كانت أحسن من فلان. هذا ليس الهدف. لذلك عندما قامت الانتربيوات، أعتقد أنه كان صعب جدا تميزه من أديم ومن جديد. هل تعرفون أن هناك أحد في الكرازة هنا؟ أنا دخلت التعليمات لمدة سنة. السنة التي فاتت فقط. لكنها كانت بالنسبة لي. هذه هي من أكثر السنين التي كانت فيها بركة. من أكثر السنين التي كانت فيها نعمة. لذلك أقول لكم بجد استمتعوا بالسفيرت. أخذوا المعلومات. اذكروا. ادخلوا امتحانات. اعملوا كل شيء. لكن استمتعوا بالسفيرت. لذلك هذه السفيرت هي التي ستجعلكم كيف تعرفوا ريحة المسيح. هذا السفيرت ستجعلكم في الخدمة. هذا السفيرت ستجعلكم عندما يأتي أي شخص من حضراتكم. يأتي ويقول لا. أنا أزهقت. لا أستطيع أن أكمل. يأتي ويقول لا. لا أستطيع أن أعرف أن أطلع برا هذا السفيرت. لا أستطيع أن أطلع برا هذا السفير. هل أحد لديه أي أسئلة؟ هل نمت خلاص؟ ألا لا نلمت دائماً أبداً. شكراً لكم. شكراً لكم.